موسيقى التحليلية من المياد من جنيف إلى لاهاي العالم الحقوقي والقضائي الدولي أمام اختبار الإبادة في غزة أي جدوى ومن يفرض على إسرائيل الانتزام بالقوانين في وثيقة اليوم شراكة الاستخبارية بين واشنطن وكييف أي دور للسياي اي في حرب التجسس ضروسيا من أوروبا والولايات المتحدة إلى ميدان غزة أي خطر لتمدد النازيين الجدد ومع علاقة الديمقراطيات الغربية بإنتاجها أهلا بكم من جنيف إلى لاهاي المؤسسات الحقوقية والقضائية الدولية تواجه اختبار غزة حرك مكوكي على وقع إبادة الإسرائيلية مستمرة في القطاع الصامد أسفرت في شهر واحد فقط عن استشهاده نحو خمسة آلاف فلسطيني فيتأثيرا لهذا الحراك في مسار الحرب ماذا عن أوراق الضغط على إسرائيل وماذا عن مسارات التنفيذ القانون الدولي الإنساني تحت التهديد والهجوم الإسرائيلي الشامل على رفح سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدة الإنسانية ليس هذا التحذير الأول للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تقويد سلطة المؤسسات الدولية منذ بداية العدوان على غزة ولكنه ركز في افتتاح الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جناف هذه المرة على أن مجلس الأمن الدولي قوضت سلطته على نحو قاتل بعد فشله في اتخاذ موقف موحد بشأن غزة مجلس الأمن في طريق مسدود وغير قادر على التصرف بشأن أهم قضايا السلام والأمن في عصرنا وهذا ما يقود سلطته مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح جدي لتركيبته ومنهاج عمله أجدد دعوتي إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى لا شيء يبرر العقابة الجماعية للفلسطينيين تحذيرات جوتيريش في جناف تتزامن مع استحقاق آخر في لها انتهت مهلة الشهر وعلى إسرائيل تقديم تقرير يثبت امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية اتخاذ خطوات تمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة بحسب صحيفة تايمز أوف إزرايل عملت كل من وزارتي العدل والخارجية الإسرائيليتين على صياغة التقرير والتزمت الصمت المطبق بشأن المعلومات الواردة فيها صمت لم يعرفه قطاع غزة لشهر كامل مع مواصلة الاحتلال هجماته الوحشية على المدنيين وانتهاكه حقوق الإنسان في شهر واحد ارتق أكثر من أربعة آلاف شهيد فلسطيني في غزة 12 منهم صحفيون وجرح أكثر من سبعة آلاف وسط فاقم الحصار والمجاعة والتلويح باشتياح رفح وما سيحمله ذلك من تهديد لحياة أكثر من مليون ونصف مليون شخص وانتهاك لحقوقهم كل ذلك يحصل على مرأة من المنظمات الإنسانية والهيئة الدولية التي لم تنجح حتى اليوم في ردع إسرائيل عن جرائمها ما يطرح تساؤلات مشروعة بشأن مدى التأثير الفعلي للضغط الحقوقي الدولي في مسار الحرب على غزة وهل الجهود الدولية هي فعلا محاولة أنصاف لغزة وأهلها أم هي مجرد شكليات وحبر على ورق نحلل هذا الملف مع محلل الميدين لشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي معنا من جنيف عبد الرحمن نصار محلل الميدين لشؤون فلسطينية ونزار عبود محلل الميدين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة معنا من نيويورك أبدأ معك موسى عاصي كيف تؤثر تركيبة مجلس حقوق الإنسان وألية العمل فيه على أدائه تجاه القضية الفلسطينية وتحديدا العدوان المستمر على غزة منذ ما يقارب خمسة أشهر عندما يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي معطل وذلك طبعا بسبب القرار الأمريكي الذي يوضع بشكل دائم عند الحديث عن وقف اطلاق النار هذا لا ينسح فقط على مجلس الأمن مجلس حقوق الإنسان أيضا معطل ولكن لأسباب أخرى وفي مجالات أخرى الفرق بين مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان أن هنا لا يوجد فيتو يستخدم خلال طرح مشاريع القرارات أو خلال التصويت على القرارات وفي القضية الفلسطينية عادة ما نشهد أكثرية الدول 47 أعضاء مجلس حقوق الإنسان يصوتون لصالح القضية الفلسطينية ولكن أين القرارات لم يطبق منها أي قرار خصوصا بما يتعلق بالقضية الفلسطينية منذ 11 عاما وأنه تابع مجلس حقوق الإنسان لم أرى يوما قرارا بخصوص فلسطين يطبق ولكن المسألة الأخطر في مجلس حقوق الإنسان لا تتعلق بالقرارات أو مشاريع القرارات والتصويت على هذه القرارات إنما بما يتحرك أو ما يصدر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان مفوض السامي لحقوق الإنسان اليوم متهم من أكثر من جهة دولية وعربية أفريقية وأيضا أمريكا اللاتينية دول الجنوب بأنه يتعاطى بمعايير مزدوجة مع القضية الفلسطينية وزيرة الخارجية الإنسانية وجأت له اندارا مباشرا اليوم أو تحذيرا مباشرا عن التعاطي بازدواجية المعايير كل البيانات والقرارات التي تصدرت عن مفوض حقوق الإنسان منذ بداية الحرب على غزة وحتى اليوم لم تكن على مستوى الإبادة والإجرام الإسرائيلي الذي يحصل ضد أهل القطاع إليك عبد الرحمن نصار مقارنة بالحروب الماضية والأمناء العامين للأمم المتحدة كيف يمكن وصف دور أنتونيو جوتيريش تحية لك يا ألاء ولكل الزمناء والمشاهدين لا شك أن أداء جوتيريش البرتغالي الجنسية كان أفضل مقارنة بالأمناء العامين السابقين للأمم المتحدة الذين كانوا يكتفون بالتعبير عن القلق إذا رجعنا مواقفه صراحة كانت هناك شجاعة منقطعة النظير في الحديث بصراحة أيضا خطوته وذهبه إلى معبر رفح في بداية الحرب كل هذا أصلا يضع توقعا أن أيامه ستكون صعبة ومعدودة في ولايته ولن يكون الإسرائيليون فرحين أبدا بهذا الأمر ولكن المشكلة أن مجمل هذه المواقف أمام حجم هذه الكارثة وإذا قارننا هذه الحرب بما جرى سابقا من حروب المشكلة أن هذه المواقف ليست على قدر ما يمكن أن يغير في الأمر الواقع شيئا حتى الرجل اعترف بكل وضوح أن هذه المؤسسات كلها تقريبا شبه معطلة وهذا الأمر أيضا ينظر أن مستقبل هذه المؤسسات لن يكون كما يتوقع كثيرون يعني كأنها هرمت أو وصلت إلى مرحلة من العجز وأنها عجوز وعاجزة في زاية الوقت نعم إلى نزار عبود نزار عبود هل إزدواجية المعايير تقتصر على مجلس الأمن أم تشمل الأمانة العامة للأمم المتحدة وكيف تحية للجميع أريد طبعا أن أؤيد ما قاله الزميلان لكن هناك ملاحظات على أنطوني قوتيريش بشكل خاص أنه إذا قارننا موقفه من الأزمة الأوكرانية من العملية الروسية الخاصة قبل عامين وموقفه مما جرى بعد التوفان الأقصى نجد أن هناك ازدواجية معايير حتى على مستوى أنطوني قوتيريش منذ اليوم الأول من العملية الخاصة في أوكرانيا قال أنها تنتهك بمثاق الأمم المتحدة وقال أنها غير مبررة باتاتا وهي اعتداء على سيادة الدولة وبالتالي كان هو الحكم والقاضي وكل شيء وأصدر حكمه مباشرة أما في قضية الطوفان الأقصى نعم قال أن هذه الحالة حصلت لم تبدأ منذ اليوم إنما بدأت قبل 56 عاما أي أن السبب كان هو الاحتلال وهذا ما جلب له صخط إسرائيلي وإدانة وطلب استقالة وتنديد كبير لكن إذا نظرنا إلى تصريح بعد ذلك الأمين العام منع استخدام كلمة إبادة أو خوف من الإبادة حتى اليوم حتى لهذه الساعة هو منع الموظفين منع المستشارة الخاصة المتعلقة بمنع الإبادة منعها أن تنطق بهذه الكلمة بتاتا حتى أن هناك تسربة من داخل الأمم المتحدة أن أنطوني جوتيرش كان لديه نصان لكي يرقيهما في اليوم الأول من طوفان الأقصى نص لا يذكر فيه حالة أن هذه القضية تبدأ قبل 56 عاما ونص آخر فيه هذه العبارة وبالتالي استخدم هذه العبارة في المقابل طبعا أنطوني جوتيرش مارس حقوقه في داخل مجلس الأمن تحدثه بصراحة وقوة لكنه في كثير من المحالات كان يراعي الموقف الغربي ويعمل خاصة بالنسبة لطرد الموظفين من الأنروا هو لم يطلب تحقيقا حقيقيا إنما طالب نوع من المراجعة وبالتالي وهذا في حد ذاته إدانة لأنتوني جوتيرش أنه قصر كثيرا هذه آخر ولاية له ليس لديه تجديد طبعا كما درجة العادة لا يجدد للأمين العام مرتين ومنهم توقع طبعا أن تنتهي ولايته هذه السنة لكن هل هو كان صريحا وقويا وصارما كما تقتضي الحال في حال إبادة وفي حرمان أونروا من ممارسة دورها هذا سؤال طبعا للجميع موسى عاصي وطقة Human Rights Watch إسرائيل لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى أين أدى المسار المتابعة في المحكمة؟ وهل من إمكانية للضغط أكثر على إسرائيل؟ بخلاف المؤسسات الأممية الأخرى إن كان مجلس الأمن الدولي أو مجلس حقوق الإنسان محكمة العدلة الدولية يمكن لها أو تستطيع أن تتحرك بحرية أكثر وأن تتحرك بشكل مستقل أكثر هي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتعلة وبالتالي إذا أرادت فهي تستطيع ورأينا ذلك واضحا في التعاطي مع الملف الروسي الأوكراني كيف طلبت بشكل مباشر أو أصدرت قرارا مماثلا للقرار الذي أصدرته في قضية جنوب أفريقيا ضد أسرين ولكن بالفارق بأن طلبت من روسيا وقفة لقبار فورا رأينا أيضا كثير من القرارات تطلب من ميانمار على سبيل المثال أو تنجد بميانمار في قضية الروهينجا وأيضا بمسائل أخرى ولكن ما يجري اليوم في محكمة العدلة الدولية إن كان بقضية الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا أو بالاستماع إلى مداخلات الدول التي بدأت يوم الاثنين الماضي وتنتهي اليوم فهناك بعض الشكوك بأن ما قد يصدر عن المحكمة لن يكون بمستوى الطلب الصارم والمباشر لإسرائيل بواقع طلاق النار ومسألة اتهامها بالإبادة الجمعية ستأخذ سنوات طويلة بمعنى أن دور المحكمة العدلة الدولية بما أنها لم تأخذ مباشرة قرار بوقف طلاق النار مع القرار الصادر في الـ 26 من الشهر الماضي فأن ذلك سيخفض من مستوى الأمال المعقودة على هذه المحكمة وبالتالي يمكن لها أن تأخذ الكثير من القرارات يمكن لها المداخلات التي حصلت أمامها فيها الكثير من الأهمية ويمكن أن تصدر رأي استشاريا مهما ولكن عندما ذهب هذا الرأي الاستشاري إلى نيويورك للمصادقة عليها أو للأخذ به سنجد أيضا الولايات المتحدة هناك عبد الرحمن نصار في ظل ما يجري مع وكالة الأونر والتي هي جزء من مؤسسات الأمم المتحدة ما الذي يمكن توقعه؟ هناك فكرة أساسية لابد من النص عليها هذه المؤسسات كلها التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية هي أنشأت نتيجة توازنات قوى ونتيجة من كان الغالب والمغلوب ولذلك من المفهوم والواضح أن هذه المؤسسات لم تنشأ من أجل إنصاف المظلومين في العالم وإنما لحفظ التوازنات بين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ولا يزال هذا الأمر مستمرا حتى اليوم وأي مقارنة أيضا بين ذا وسلوك هذه المؤسسات في الحرب الروسية الأوكرانية مع ما يجري الآن في غزة لا شك أنها تظهر فارقا كبيرا ليس فقط كأمم المتحدة وإنما كمنظومة عالمية وكل قيمة التي جرى الحديث عنها للحضارة الإنسانية وما وصلت إليه فيما يخص الأنروة وسريعا الفكرة الأساسية من وجود الأنروة حقيقة مع أنها هي مشروع بالأساس أنشئ لنأجل استسكين وأعطاء جرع من البنج والمخدرات للاجئين الفلسطينيين كي لا يكون أهم العودة هو الأساس لهم ولكن تبقى ميزة أساسية لهذه الوكالة أنها الشاهد الدولي في هذه المنظومة الوحيد على استمرار النكبة الفلسطينية وعلى حق اللجوء ولذلك محاولة شطب هذه الوكالة هي سعي كبير جدا منذ قبل الحرب كان هناك سعي إسرائيلي كبير وأمريكي أيضا لتنفيذ هذه الأجندة ثم جاءت هذه الحرب ومثلت لنقل فرصة من أجل اتهام الأنروة بأنها ساهمت فيما جرى في 7 أكتوبر بطريقة أخرى ولكن المتوقع باختصار أن حاولت إسرائيل أن تتواصل مع هيئات أممية أخرى التي تقوم مقام الأنروة بمعنى أنه ليكون اللاجئون الفلسطينيون مثلهم مثل كل العالم ليسوا مخصوصين كلجوء فلسطيني ووكالة خاصة بهم وهذا الأمر ما لن يتم يعرف أحد مستقبله حتى تضع الحرب أوزارها لأنه سيكون وضع الأنروة فعلا مرتبطا بصورة كبيرة بنتيجة الحرب نزار عبود تحدثت في مدخلاتك السابقة عن جوتيرش والدورة الذي قام به في هذا السياق هو أيضا استخدم المادة 99 من الميثاق لكن ما النتيجة؟ لا شك طبعا أنه عندما أقدم على استخدام المادة 99 التي تقول تعطي الأمين العام الحق في أن يطلب من مجلس الأمن تدخل لقضية تتعلق أو تهدد السلم والأمن الدوليين كان جريئا وكان هذا الاستخدام سابقا لم تتكرر منذ عقود لذلك هو حاول لكن مدى كيف يستطيع فرض إرادته على مجلس الأمن؟ مجلس الأمن منقسم في ضمن الإطار أو المنظومة العالمية الحالية بشكل كبير كل ما تريده الولايات المتحدة ترفضه روسيا والصين وكل ما تريده الصين والروسيا ترفضه الولايات المتحدة وبالتالي كان المفعول ضعيف جدا مجلس الأمن الدولي صوت على أربع قرارات قرار قدمته الولايات المتحدة في البداية رفضته الصين والروسيا واستخدمتها حق البيتو بشأنه لأنه كان يدين حماس يجعل الفلسطينيين هم المذنبون والإسرائيل هي الضحية ثم هناك ثلاثة قرارات قدمتها طبعا دول أخرى مهتمة بالقضية الفلسطينية رفضت أيضا الولايات المتحدة تريد تقديم قرار آخر وبالتالي هذه القرارات جميعها غير قابلة للتطبيق لأن المنظومة الدولية معطلة بسبب أن الأمم المتحدة على مفترق طريق مفترق أساسي في تاريخها هي عاجزة فعليا عن معالجة كثير من الأزمات بسبب أن الصراع من أنشأ هذه المنظومة هي الدول الكبرى الدول التي خرجت من الحرب العالمية تقول أنها منتصرة بعضها غير منتصر مثل فرنسا لكنها تقول أنها منتصرة وبالتالي هي نظمت هذه المنظومة على مقاس الدول الغربية بشكل أساسي وكان هذا خطأ كبير من قبل الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت ولم تكن الصين تلعب دورا فيه بسبب أن فرموزة كانت هي الممثلة وبالتالي المنظومة الحالية تعاني من عاجز كبير وربما تتجه نحو التفسخ مسعاصي نواب في المعارضة الفرنسية طلب ومنع إسرائيل من المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس البرلماني الأوروبي مونير ساتوري طلب الاتحاد بتعليق اتفاقية الشراء مع إسرائيل وبفرض حضر على بيع الأسلحة وفرض عقوبات على سياسيين إسرائيليين ومستوطنين هل تحدث هذه الأصوات أثرا؟ يعني ما هو أهم من النواب الفرنسيين أو النواب الفرلمانيين الأوروبيين أو حتى المنظمات الإنسانية التي تطلب وقف مشاركة الإسرائيليين في الألعاب الأولمبية ومحكمة العدلة الدولية هي أهم من هؤلاء بشكل واضح وبشكل كبير جدا ومع ذلك القرار الذي صدر في السادس والعشرين من الشهر الماضي يتضم تلميحات مباشرة إلى الدول التي تساعد إسرائيل وكان من المفترض بحسب تفسيرات كثيرة أن تتوقف الدول التي تمد إسرائيل بالأسلحة أن تتوقف عن هذه الإجراءات وأن تعيد النظر بما تقدم إسرائيل من أسلحة ولكن ماذا نرى على أرض الواقع؟ لا شيء تغير بالفعل من الولايات المتحدة الأمريكية أو من ألمانيا أو من بريطانيا وحتى فرنسا التي لاحظنا خلال الأسبوع الماضية تغيير كبير في اللاجة الفرنسية في الإعلام وفي المنابر ولكن في أرض الواقع لم يتغير أي شيء صفقات الأسلحة التي كانت معقودة مع فرنسا لا تزال ملتزمة بها والأسلحة التي تأتي من ألمانيا تذهب إلى إسرائيل بشكل واسع علما أن ألمانيا أوقفت تقريبا تصدير الأسلحة لأوكرانيا ولكن ترسله إلى إسرائيل إذن لا يمكن أن نرى لكل هذه الدعوات أي إنعكاسات واضحة ومباشرة إن كان على مستوى مشاركة إسرائيل في الألعاب الأولمبية أو في أي مباريات رياضية أخرى وحتى أيضا رغم الدعوات التي سمعناها خلال الأيام الماضية من قبل بعض المسؤولين الفرنسيين لإعادة تفعيل مقاطعة البضاء التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لكن هذا الأمر لا يزال مجرد طلب لم يكن هناك قرار حتى الآن في تفعيل هذه المسألة وهي هناك قرار سابق مأخوذ من قبل الاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة ولكن هذا القرار بات شبه منسي عبد الرحمن نصر استكمالا لما قاله موسى عاصي هل بقي هناك من دور أوروبي يمكن الاعتماد عليه فلسطينيا لماذا وكيف لا شك أن هذا السبع أكتوبر كشف الكثير من الأمور كشف تراجع الدور الأوروبي في القضية الفلسطينية يعني نحن نتحدث دائما عن تراتبية في التأثير في مسارات الحل دائما في فلسطين كانت الولايات المتحدة الأولى هي رقم واحد يليها الاتحاد الأوروبي ثم القوى الإقليمية وتحديدا المنطقة العربية ومن ضمنها تركيا وإيران وأخيرا يأتي دور روسي إلى حد ما بصفتها كانت جزءا هي والأمم المتحدة من الربعية الدولية طفان الأقصى قلب الأمور واضح أن المؤثرون الإقليميون صاروا أكثر قوة نتحدث إيران بصفتها داعما للمقاومة الفلسطينية وإن كانت أعطت الاستقلالية للمقاومة في قراراتها ولكن هي صاحب التأثير بمعنى أنه هي حليف لهذه المقاومة أيضا الدول الخليجية مثل قطر والإمارات والسعودية صار دورها أكثر تأثيرا وفي المقابل يأتي الأمريكيون مباشرة بالكفة الحرب الروسية الأوكرانية ربما تكون هي أهم الأسباب التي فتتت القرار الأوروبي إضافة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجعلت القارة ودولها أقل تأثيرا وإنما تأتي لتكمل الدور الأمريكي ولهذا نجد أن هناك حتى غياب لمسمى مثلا مبادرة أوروبية متكاملة من أجل اليوم التالي للحرب يعني كثيرون قدموا طرحات لليوم التالي للحرب وحتى دول بسيطة يعني ولكن الأوروبيون لم يستطيعوا تكوين موقف واحد هذا يدل تأكيدا على غياب هذا الدور من المتحد بصورة عامة بالاسم حتى وثانيا تراجع هذا الدور ولذلك لا يتوقع إلا أن يكونوا ديكورا تكمليا لما يريده الأمريكيون وحتى ما يفرضه الإسرائيليون نزار عبود بالإضافة إلى ما تفضلت به أنت والزملاء الأمم المتحدة تعاني من ضائقة مالية ما علاقة ذلك بمحاولات القضاء على القضية الفلسطينية لا شك طبعا أن الأمم المتحدة في كل منظماتها إذا تحدثنا عن أونروا المنظمات المماثلة في مستوى الأمم المتحدة والوكالات الإغاثة تتمتع دائما بمخزون أو برصيد احتياط هذا الرصيد احتياطه استخدم في حالة ضائقة إذا كانت عجزة الدول المساهمة عن تقديم مساهمات كافية في حالة أونروا هي دائما لديها عجز عجز أونروا يصل إلى 450 مليون دولار أي تقريبا أكثر بقليل من مساهمة للولايات المتحدة التي تساهم بنحو 380 مليون سنويا من الميزانية العامة للأونروا 880 مليون بالتالي عندما تحجب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهم المساهمين الأساسيين في ميزانية أونروا جميعها تحجب عن الوكالة فهذا مشروع قضاء على الوكالة بحجج لم تتم التحقيق بها حتى الآن ليس هناك مشروع للتحقيق هل كانت إسرائيل صادقة أم غير صادقة فيما قالته هناك مراجعة فقط لتنظيم أونروا وليس للتحقيق فيما حصل بالرغم من تشكيل لجنة على مستوى وزيرة خارجية فرنسية سابقة ومشاركة السويد والدولة أخرى هذا يدل على أن هناك العجز الذي في ميزانية الأمم المتحدة أيضا وجزء كبير منه من الولايات المتحدة الولايات المتحدة لم تدفع 101.1 مليار دولار لذلك الأمم المتحدة حاليا تعاني حتى على مستوى الإضاءة على مستوى التدفئة داخلها على مستوى الحراسة هي قلصت كثير من الخدمات بسبب هذا المشروع هل هناك مشروع لإقفال الأمم المتحدة؟ ربما يكون ذلك لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون هناك دولة فلسطينية ممثلة بالكامل في الأمم المتحدة وهناك مشاريع ستطرح قريبا من أجل إدخال فلسطين في المنظمة كعضو دائم وهذا طبعا هناك دول كثيرة تؤيد أكثر من 100 دولة موقع على ذلك وبالتالي هذا قد يحرج ويجعل إسرائيل في وضع حارج جدا ربما انتهى دول الأمم المتحدة في وقت قريب هذا ما يمكن أن يحصل موسى عاصي عبد الرحمن نصار كل شكر لكم نزار عبود تفضل بالبقاء معنا وننتقل وإياك إلى فقرة وثيقة اليوم في وثيقة اليوم تحقيق لنيويورك تايمز يكشف كيفية مساعدة وكالة الاستخبارات المركزية CIA أوكرانيا التحقيق الذي عنونا بحرب التجسس كيف تساعد وكالة الاستخبارات المركزية CIA أوكرانيا سرا في الحرب وقبلها يشير إلى أن القاعدة العسكرية الأوكرانية التي استهدفت بصواريخ روسية يقع على مقربة منها ممر سري يؤدي إلى مقر تحت الأرض حيث تقوم فرق من الجنود الأوكران بتتبع أقمار التجسس الروسية والتنصط على المحادثات بين القادة الروس وبحسب الصحيفة فإن الشراكة الاستخبارية بين واشنطن وكيف أصبحت بمثابة العمود الفقري لقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها مشيرة إلى أن المقر تموله كليا وتجهزه السي آي اي وتوفر وكالة الاستخبارات الأمريكية معلومات في شأن تتبع تحركات القوات الروسية وتساعد في دعم شبكات التجسس كذلك تعد نقطة التنصط جزءا من شبكة التجسس تدعمها الوكالة بنتها في السنوات الثماني الماضية وهي تضم 12 موقعا سريا على طول الحدود الروسية وفي عام 2016 بدأت السي آي اي بحسب الصحيفة بتدريب قوة كوماندوس أوكرانية من النخبة استولت على طائرات مسيرات روسية ومعدات اتصالات فيما عملت الوكالة على إجراء هندسة عكسية لها واختراق أنظمتها التشفيرية وتؤكد الصحيفة أن ضباط وكالة الاستخبارات المركزية نقلوا معلومات استخبارية مهمة خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بما في ذلك المكان الذي كانت روسيا تخطط فيه لضربات وهجمات وأنظمة الأسلحة التي سيستخدمونها نزار عبود ما أهمية الكشف عن هذه القواعد المتقدمة في أوكرانيا بالنسبة للعلاقة بين روسيا والنيتو هذا يدلم جددا على أن انقلاب عام 2014 في ميدان في كييف لم يكن صدفة ولم يكن أصيلا مصدره من داخل معارضة أوكرانية لهيمنة روسيا أو لعلاقة روسيا بأوكرانيا إنما كانت خطة واضحة وهذه الخطة طبعا شاركت فيها البزارة الخارجية الأمريكية على مستوى بكتوريا نولند بشكل أساسي والسفير في كييف الذين نزلوا إلى ساحة ميدان وما حصل بعدها كل ذلك يؤكد على أن المخاوف الروسية كانت في مكانها هناك خطر بعد تعاهد الناتو على عدم الاقتراب من الحدود الروسية من حدود الاتحال السوفيتي السابقة على تعاهد بعدم ضم دول كانت سابقا في حلف وارسو إلى حلف الناتو كل ذلك كل تلك العهود تخلت عنها الدول الغربية الناتو بشكل أساسي وبالعكس هي قدمت عرضا لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو وبالتالي هذه الأدلة أو هذه المراكز مراكز التجسس لا شك أنها تؤثر كثيرا على أمن روسيا لأنها وهذا ربما يفسر لماذا روسيا تفكر بنشر مضادات للأقمار الصناعية الأمريكية في الفضاء مزودة بأسلحة نووية أو بقدرات نووية هناك شعور رد روسيا بأن الغرب يمد أوكرانيا ليس فقط بالمعلومات والتكنولوجيا إنما هو يساهم بشكل أساسي في عمليات هجومية ضد روسيا لكن وراء سطار أوكراني هذه القاعدة ومنشرته نيويورك تايمز يؤكد ذلك بشكل واضح وهذا سيجعل ربما روسيا تتشدد أكثر في أي مفاوضات مستقبلية المؤكد أننا في حالة صراع أكثر من باردة أنه صراع فاتر حتى الآن قد يسخن كثيرا في المستقبل محلل الميدين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة نزار عبود حدثنا من نيويورك كل الشكر لك مجاهدين فاصل نتابع بعده التحليلية من جديد أهلا بكم أيديولوجية النازيين الجدد إلى تمدد من أوروبا إلى أمريكا في بيدان غزة اقتباس واضح لفكرة الإبادة والتطهير العرقي واستلهام لاستراتيجيات هتلر في ليننجراد فأي خطر لتمدد هذا الفكر نمو وتمدد الأحزاب والمجموعات النازية في أوروبا الغربية تحديدا بدأ منذ ثمانينات القرن الماضي على ظهر الأحزاب اليمينية المتطرفة التي سجلت صعودا صاروخيا في الانتخابات تزامنا مع الأزمات والتوترات الاجتماعية لسيما قضية المهاجرين وانفجار المشاعر القومية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها يطل النازيون الجدد بشعاراتهم وملابسهم وسلوكهم بجرأة يوما بعد آخر البيئة الخاضنة بالفكر النازي تكونت على أنقاض السياسات الفاشلة للأنظمة الليبرالية وإلى وقت قريب لم تنجح الوزارات المعنية في احتواء وتفكيك ظاهرة النازيين الجدد ففي ألمانيا اضطرت القوى السياسية الديمقراطية إلى تنظيم تظاهرات هائلة لمواجهة حزب البديل من أجل ألمانيا النازي الصاعد بقوة وتوسع وفي فرنسا تنظم المجموعات النازية استعراضات عنيفة واحتفالات تمجيد للشعارات والأدبيات النازية من دون أن تتمكن السلطات من كبح نموها عبر قوانين تحضر وجودها السياسي فيما تكافح أحزاب مناهدة للفاشية للحد من خطر الفكر والحضور النازيين الفكر النازي وأساليبه في الإلغاء والإقصاء والعنف الوحشي استلهاما للنازية الهتلارية ترجمته حكومة نتنياهو بكل حرفية الإبادة في غزة والإعدامات والتجويع الشامل والتطهير العرقي ويتاوات الاعتقال أساليب نازية طبقها نتنياهو وأركان حربه تماثلا مع الاستراتيجية نفسها التي اتبعها هتلر في الحرب العالمية الثانية وليس مستغربا أن يلتحق أنصار النازية من أوروبا وأمريكا بجيش الاحتلال كما التحقوا سابقا بأوكرانيا بتشجيع من أنظمة وفلاسفة ومثقفين ومؤسسات تتحكم بهم العصبيات ومشاعر الانتقام والعصاب العرقي أصبيات قد تعود من جديد لالتهام المجتمعات الأوروبية من الداخل كما حدث قبيل الحرب العالمية الثانية نحلل هذا الملف مع محلل الميدين لشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين مسلم شعيت ومحلل الميدين لشؤون الأوراسية والدولية معنا من موسكو وأيضا ناصر اللحام محلل الأشؤون الفلسطينية والإقليمية معنا من بيت لحم أبدأ معك قاسم بعد ترحيب الجميع ما أسباب تمدد النازية الجديدة وتوسعها في أمريكا وأوروبا أيضا يعني في مستويين يكملان بعضهما البعض الأفكار النازية كانت موجودة في أوروبا وكانت قوية أكثر في أمريكا يعني عشرات التنظيمات النازية التي تجاهر بالنازيتها في أمريكا سبقت أوروبا وسبقت انهيار الاتحاد السوفيتي ونمو النازية الجديدة في البلدان الشرقية لكن هذه الأفكار التي كانت يعني مستمرة بشكل دائم حتى قبل النازية وخاصة بعد هزيمة النازية الحرب العالمية الثانية بقيت هذه الأفكار هذه الأفكار لا يمكن وكما أي أفكار لا يمكن أن تتمدد وتتوسع ما لم يكن لها ظروف سياسية ملائمة ظروف سياسية وظروف جيوسياسية وخاصة أن الدول التي هي تمهد لتمدد النازية الدول الديمقراطية الدول الأوروبية نعطي مثل بشكل أوضح يعني هو في أوكرانيا أوكرانيا عندما قررت الدول الغربية وخاصة أوليات المتحدة الاستلاء على أوكرانيا بالانقلاب استعانت بمنظمة تايس فوبودا ومنظمة أزوف باندريا وهذه المنظمات كانت موجودة أثناء الحرب لكن عندما استعانت بها وتطورت 33 ألف مقاتل من الدول الغربية من النازيين حاربوا بأوكرانيا بالسنة الأولى نيويورك تايمز في 2022 تقول أن هذا العدد وعندما 1300 من ألمانيا لكن ألمانيا قالت أنها لم تلحظ أن أي منهم يشارك بالقتال كما حدث بالنسبة لداعش أيضا عندما أرادت الدول الغربية لها مصالح استعانت بالنازية وقوتها ودعمتها مسلم شعيته استكمالا لما تفضل به قاسم أز الدين هل عودت النازية مجددا أتت على خلفية السلوك الغربي في أوروبا أم ضمن خطة مسبقة تحية لألك ولمتابعين الميادين والزميلين يعني هي اثنين مشتركتان الخطة المسبقة التي استعملتها الدول الغربية في أوكرانيا بدعمها للمنظمات المتشددة والنازية الجديدة التي تم إعادة إحياؤها في أوكرانيا بالإضافة إلى التورط الغربي في هذه العملية وأيضا التورط الغربي في كل الأعمال التي يقوم بها إن كان من الاستعمار إن كان من القصف والتدمير الذي حدثه في الشرق الأوسط والدخلات فيه كل ذلك أدى إلى نشوء حالة اجتماعية اقتصادية انسجمت مع الأفكار المتطرفة للمنظمات المتشددة النازية وهذا ما تحدثت عنه القيادة الروسية يعني باتريشور المسؤول الأمن الروسي قال أن الدول الأوروبية لم تمارس أي نوع من لجم المنظمات الإرهابية أو الأحرى النازية الجديدة في أوروبا وما يحدث حاليا في أوكرانيا هو يشبه ما حدث سنة 1936 1939 في إسبانيا حرب داخلية ما بين الفاشية والمناهض للفاشية وهي روسيا حاليا إذن هذا التورط وهذه الخطة الموضوعة من أجل ضرب روسيا ومن أجل السيطرة مرة أخرى والدفاع عن أحدية القطب بالإضافة إلى السلوك الاجتماعي الاقتصادي الذي تضرر من كل سياسة الدول الغربية أدى إلى نشوء الأحزاب والمنظمات النازية هذه المنظمات التي تعتقد أنها يمكن أن تسيطر على الأرزاق وعلى الممتلكات لصالحها وليس ضد الشعوب الأخرى نصر اللحام هل تتقمص الضحية سلوك القاتل ولماذا يدعو زراء صهاينة لارتكاب نفس الجرائم التي ارتكبها هتلر ضد الأقليات الأثنية تحياتي للجميع في الحقيقة تقمص مذهل يفوق النسخة الأصلية أولا أن إسرائيل إفراز المجتمع الغربي وهي بالتالي مجتمع غربي له نفس الأمراض ونفس الخلال ونفس الأطماع ومبني على الملكية الشخصية ولا يهم ملكية الآخرين ولا طريق التعاملهم وكلما أصيب المجتمع الغربي بمرض ينتقل مباشرة وفورا للإسرائيليين دون أي موانب أوري أفنيري وهو يهودي تقدمي كان كتب بأنه صعود الحزب النازي في ألمانيا باسم الديمقراطية المسيحية كان سببه اتفاقية فرساية الظلم الكبير الذي مورس ضد ألمانيا واكتطاع أراضيها وسرقتها بعد الحرب العالمية الأولى شكل رفضا دافقا عند الألمان والعرق الجرماني في رفض اتفاقية فرساية فبدأ هتلر مجهز لذلك وفي هذا الإطار كتب بالضبط في عام 1995 أن اتفاقية أوسلو هي اتفاقية فرساية ويوما ما سوف تتسبب بعشرات الحروب المأساوية لأنها اتفاقية مبنية على ظلم الفلسطينيين وتستقوي على الفلسطينيين إذن هناك قراءة صحيحة في التشابق ما بين اتفاقية فرساية وأسلو ما بين السلوك الإسرائيلي والسلوك الأوروبي ضد ألمانيا في ذلك الوقت وهذا يفسر في البداية كان هناك احتجاجات كبيرة جدا لماذا تستخدم الكلاب ضد الفلسطينيين وهتلر كان استخدمها ضد اليهود ولكن تم إسكات هذه الأصواق وكل من يشابه حتى لو كان عضو كنيسة أو زعيم يشابه ما فعله هتلر بيه اليهود بما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين يدفع ثمنا باهظا نقطة أخيرة تومي لبيد والد يائير لبيد كان وزير العدي قبل عشرين عاما وهو مات بالتأكيد قال حين شاهدت امرأة في رفح تبحث عن أدويتها تذكرت والدتي وجدتي في معسكرات هتلر وهنا أبحثنا عن الدواء تم هجوم عليه قاتل ومات والهجوم عليه والد يائير لبيد لأنه شبه الضحية بالضحية والقاتل بالقار قاسم عز الدين من ناحية أخرى كيف يخدم فشل الديمقراطيات الغربية نهوضة نازية يعني الفرق ما بين الديمقراطيات الغربية وخاصة بالولايات المتحدة والنازية هو فرق كمي وليس فرق نوعي إنما كل الديمقراطيات الغربية الأوروبية والأمريكية تعتمد على التفوق الحضاري للدول الغربية وما يسمونه منظومة القيم بماذا تختلف في النازية؟ تلتقل من نفس المبدأ لتقول أن هذا التفوق الحضاري هو تفوق عرقي توفوق العرق الأبيض وسيادة العرق الأبيض بالسياسة كيف يترجم؟ لدينا مثلان اليوم بالسنتين الأخيرتين أولا الحرب في أوكرانيا الحرب الناتو في أوكرانيا وما رفقها من منظومة قيم بأن المركزية الغربية الحضارة الغربية الديمقراطية الغربية العقلانية الغربية إلى آخره وهذا كان كاسحا وشجع أن تنطقل بعض المجموعات الصغيرة وحتى اليمين المتطرف أن تنطقل خطوة أكثر لكن الأهم من ذلك ما يعنينا نحن في المنطقة هو ما يدور اليوم بالحرب الأمريكية الإسرائيلية للإبادة الجماعية وكذا رأينا الإعلام الغربي والمثقفين الغربيين والحكومية الغربية وكل المعاهد ومراكز القرار الرسمية كانت منسجمة تماما بحق الدفاع عن النفس وبأن إسرائيل هي فوق المحاسبة بأن إسرائيل لم تقصد الإبادة وحتى اليوم يعني محكمة العدل الدولية فهذا الموضوع عندما يعني تأخذ النازية الجديدة وخاصة اليوم بالنسبة لغزة كل الأطراف النازيين على تعدد اتجاهاتهم وتوسعها في أوروبا وفي الدول الغربية تدعم النازية الصهيونية وتعتبر أنهم جزء لا يتجزأ من الحضارة الغربية من هنا نسأل مسلم الشعيط تشبيه الرئيس بوتين حصار لينينجراد والمصنف إبادة بحق الشعوب السوفيتية بحصار غزة هل يعني تصنيف أعمال الحكومة الإسرائيلية ضمن النازية الجديدة؟ حكما وهذا ما أسار حفيظة الكثير من اللوبي الإسرائيلي واليهودي القوي في روسيا وأيضا السياسات الإسرائيلية ضد الرئيس بوتين لكن هنا لا بد من التأكيد على ذلك بالعوامل التي مارستها إسرائيل أولا إلغاء الديانات الأخرى عدم الاعتراض بالقوميات اعتبار إسرائيل دولة دينية وحيدة إذن هذا يلغي الطرف الآخر الموجود أو حتى المكون الآخر وهذا يعتبر جزء من سلوك النازية هذا ما كانت تفعله فعلا النازية القديمة وحاليا تتجدد في أوروبا كما يحصل في أوكرانيا بالإضافة إلى إلغاء الرموز الرموز التاريخية والأثرية والدينية وهذا ما يسعون إليه في فلسطين ونحن نعرف أن المؤتمر الذي عقد في القدس من أجل احتلال مرة أخرى غزة وإقامة المستوطنات هذا جزء من الإبادة هذا جزء من السيطرة ويعتبر جزء من النازية بالإضافة إلى سعيهم لتدمير الأماكن المقدسة في فلسطين أيضا هذا يعتبر جزء يمكن تراكمه على سلوك هذه الحكومة بالإضافة إلى أنهم بكل تصريحهم هذه الوزراء وأعلنوا عنها بشكل واضح وهذا تحدثت عنه في وسائل الإعلام الروسية المؤيدة للحكومة الروسية عندما بعض الوزراء تحدث عن إغلاق غزة ومنع عنها الماء والكهرباء وكل وسائل الحياة والطعام وأيضا الأدوية كل ذلك هذا يدخل في هذا الإطار باعتبار إسرائيل تمارس النازية وتمارس الإبادة الجماعية ضد غزة ناصر اللحم ما مدى تأثير ما يحدث في المجتمع الأوروبي عموما وتحديدا الفرنسي على الإسرائيليين علاقة معقدة أولا الجيتو ظهر وهو المعسكر المغلق أول ما ظهر في فرنسا ضد اليود ويبدو أن ثقافة الجيتو تحولت إلى متعة عند المستعمر الإسرائيلي وبعد ذلك صار يطبقها على الفلسطينيين عنوة تنوها وما يحدث الآن بحيث تعول الأرض الفلسطينية إلى كطحة جواني سويسرية مليئة بالذبو أما المجتمع الفرنسي أيضا فقد هاجر جميع يهود الجزائر من الجزائر إلى فرنسا مع المستعمر وهم متطرفون بمعظمهم وأشاد تطرف منها الأيباك اليهود الفرنسيين متواجدين لأن لهم تأثير على أصحاب القرار وصنع القرار لكن ليس لهم نفس التأثير على المجتمع الفرنسي المجتمع الفرنسي سواء من شمال أفريقيا أو من الفرنسيين للأصليين ولذلك دولهم محدود وإن كانوا متطرفين جدا حين سواء اليهود الفرنسيين لو اضطررتم للهجرة وهم فعلا يفكروا بالهجرة تهجرون إلى إسرائيل أو إلى أمريكا غالبيتهم طلبوا الهجرة إلى أمريكا وحين وجروا نفس النسح لليهود الأوروبيين أين طرابون في الهجرة قالوا الخيار الأول رقم واحد هو خيار أمريكا وليس إلى فلسطين بمعنى أن هؤلاء الذين يعيدون إسرائيل وهم يعيشون في أوروبا بثقافة أوروبا ويكررون نفس أخطاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا ولكنهم لا يريدون أن يأتيوا إلى هنا يعني تطرف مجاني قاسم عز الدين لماذا تهدد النازية الإسرائيلية شعوب المنطقة وأيضا شعوب العالم لننسى ولو للحظة بأن كل هذه النقاشات حول اليهود ونتنياهو والصهيونية اليهودية والآخرين ننظر إلى المسائل بشكل أوسع وحقيقة واقع الأمر ما تقوم به إسرائيل من إبادة هناك حفنة من الدول هي التي تعمل بالجنوب بشكل خاص لوقف هذه الإبادة الدول الغربية وإن كانت تردد بعض المواقف إلا أنها لا تفعل يعني إسبانيا تعد اليوم والبلجيكا تعد بأنها ستقاطع وستحيل وإلى آخره لكن الأغلبية الصاحقة من الدول الغربية بما في ذلك التي تعلم بعض الأحيان أنها مؤيدة لوقف إطلاق النار وخاصة ألمانيا والولايات المتحدة هم شركاء بهذه النازية النازية الإبادة وقتل الأطفال والتهجير ومسح الهوية والتاريخ وإلى آخره فما بالك نتصور لحظة واحدة أنها انتصرت هذه النازية في منطقتنا كيف سيكون تأثيرها على شعوب المنطقة النازية والانتصار النازي لا يسأل إذا كنت مطيع وخادم وعبد بل هذا يحفزه أكثر للقضاء عليك لإبادة أخرى في منطقتنا تتجاوز الفلسطينيين وهذا سينعكس على العالم ككل سيطرة النازية الجديدة التي تنفجر في بلادنا في منطقتنا في غزة إذا استطاع إذا قيد لها أن تأخذ مجرى وتسيطر على العالم مع ترامب مع بايدن مع شولتس مع كل هؤلاء هذا خطر على البشرية جمعاء ولذلك هذا ما تشعر به يشعر به أحرار العالم ودول الجنوب المسألة ليست مسألة لحظوية هو فقط لأننا تأثرنا للدفاع عن الإنسانية العالم اليوم بين الناس أو قسم أمريكي صهيوني أوروبي إسرائيلي الغابة المتوحشة للقضاء على العالم والقسم الآخر في المواجهة بالمقاومة بالسلاح وبالرؤية وبالأفكار وبالعمل للدفاع عن الإنسانية ضد النازية والنازية الجديدة مسلم الشعيط أمام هذا الخطر كيف سيكون الراد في الدول المتضررة من النازية الجديدة يعني إذا كانت النازية لا تعترف بالآخر وتتحدث عن أهميتها وإستثنائيتها فالآخر يجب أن ينطلق من مبدأ الاعتراف بالبعض يعني أي تعددية والتعددية تعددية الأقطاب تعددية الثقافات الديانات القيم وهذا ما تحدثت عنه المؤتمر الذي اليوم عقد في روسيا منتدى التعددية القطبية حيث يقول أن هناك ست حضارات في العالم منها الإسلام وفي أمريكا وفي أفريقيا وأيضا في الصين والهند وغيرها وروسيا فيما بينها إلى أن وصلت الأمور حتى أن أحد المشايخ الذي شارك اليوم تحدث عن ذلك أن الناس خلقت من شعوب وقوائل لتتعارف فيما بينها إذن بالتالي الرد الوحيد هو التعددية الثقافية أولا والتعددية السياسية للدفاع عن المكونات الثقافية وأيضا تعجد الأقطاب السياسي الاتصادي الذي حاليا يهيمن عليه القطب الواحد أو الاستلاح الواحد هو الدولار وهذا يعتبر نازية جديدة بامتياز تتحكم بكل اقتصاديات العالم وهذا هو الطريق الوحيد التعدديات الاتصادية السياسية والثقافية حبما أختم معك ناصر اللحام ماذا عن المجتمع المجتمع الأمريكي وتأثيره وأيضا تأثيره على كل ما يحدث مجتمع الأمريكي تطور بسرعة مبني على الاختلاف لا شك رغم كل الانتقادات لكن في عوامل التجدد وفي عوامل الاختلاف وهذا ما يكلك الحركة الصيونية يمكن للحركة الصيونية أن تضمن أوروبا في جيبها لكن لا يمكنها أن تضمن الولايات المتحدة الرأس مالية بأعتى أشكالها موجودة في المجتمع الأمريكي مصلحته قبل كل شيء قالما إسرائيل مصلحته ممكن أن يتعامل معها لكن حين تتعارض مصلحت المجتمع الأمريكي مع مصلحت إسرائيل سوف يدوس عليها بكل سهولة لديه من القسوة وعوامل البقاء أهم بكثير من العامل العاطفي مع إسرائيل أكاد أقول بأنه الذي يحدث الآن وليس القادم الذي يحدث الآن هو خسارة إسرائيل للقارة الأمريكية بالجيل الجديد والصحف العمرية لا تتردد أن تكتب بأنه في الكونغرس الجيل القادم لن يكون هناك من يؤيد إسرائيل لعلي أجد من كرامة الإنسان أن أقدر ما حدث اليوم في أمريكا الجندي الأمريكي الذي أحرق نفسه أمام السفارة الأمريكية وابن المجتمع الأمريكي هو يعزز ما قلناه الآن لا يمكن لإسرائيل الصغيرة صغيرة جدا أن تعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الأمريكي على اختلافه بنصف مليار نسمة بعد كل هذه التجارب أن يبقى ضامن لها للبقاء لذلك عليها أن تقلق كثيرا الزملاء ناصر ناصر اللحام قاسم عز الدين ومسلم شعيت كل الشكر لكم مشاهدين التحليلية لليوم انتهت شكرا لطبي المتابعة بأمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة